وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إلراهيم وصلنا وعهدنا إلى إلراهيم وإسماعيل أن قدر بيتي للطائفين والعاتفين أن قدر بيتي للطائفين والعاتفين ورفكع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعلها بلدا آمنا وغزق أهله من الثمرات وغزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وغزق أهله من الثمرات من الثمرات وغزق أهله من الثمرات من الثمرات من الثمرات من الثمرات من الثمرات وغزق أهله من الثمرات من الثمرات من الثمرات وغزق أهله من الثمرات من الثمرات ومن الثمرات من الثمرات من الثمرات ومن ظريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وضعت إذن رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيب إنك أنت العزيز الحكيب ومن يلغض عن ملة إبراهيم إلا من سفيها مفسد ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون